أنت طالب سادس ومتشتت ما تعرف شون يجيك المضارع التام البسيط اللي موجود بالليونة الخامس تعال ب هذا الفيديو أفهمك شون يجيك المضارع التام البسيط طبعا هذا أول موضوع قواعده بالليونة الخامس اسمه Present Perfect Simple اللي هو المضارع التام البسيط مشكلة طلابنا بهذا الزمن ما يعرف التجميع ما للأسئلة الوزارية اللي تجيه يعني شونه تجميع يعني يجيب أكثر من صيغة بالبداية ناخذ القاعدة اللي عليه القاعدة تقول الفاعل المفرد اللي هي والشي والإت ياخذ هاز وراء بيبي اللي هو التصريف الثالث والتصريف الثالث ينقسم أما ياخذ إيدي أو يكون شاذ هاي نعرفها من الخامس والرابع العداد القسم اللاخ الفاعل الجمع ذي وي وآي ياخذ هاذ وياخذ أيضا تصريف ثالث بالنفي ياخذ هاذ وياخذ هفهنت وراء تصريف ثالث بالاستفهام نقدم الهاز والهاب على الفاعل وأيضا تصريف ثالث زائدين علامة السؤال أنا شون أعرف هذا الزمن مضارعتان بسيط حتى أتعاملوا يا بهاي الصيغة للثلاثة أتعاملوا يا وأعرفوا مضارعتان بسيط من خلال هاي الظروف الخمسة الرئيسية أول ظرف عندي بالأزرق Already و Just يجني و هي هاي القاعدة اللي هي قاعدة الإثبات Just و Already موقعهم دائما يكون قبل التصريف الثالث يعني هنا موقع يصير ممتاز الظرف الثالث اللي هو Never يأتي مع النفي و موقعه قبل التصريف الثالث يعني الموقع نفسه و هي Just و Already بس راح يأخذ قاعدة النفي يعني يشيل النوت و يخلي Has, Never و PP اللي هو التصريف الثالث بالنسبة للظرف الثالث اللي هو ال Yet دائما يأتي في نهاية الجملة و يجي و هي النفي و هي الاستفهام يعني مرة و هي النفي و هي قاعدة النفي و مرة و هي قاعدة الاستفهام اش وقت عارفه نفي اش وقت عارفه استفهام ببساطة اذا اجاك بنهاية الجملة علامة سؤال اذا هي جملتك جملة سؤال وبس والباقي نفي اما ال Ever العدات الخامسة او الظرف الخامس هو يأتي قبل التصريف الثالث و يأتي مع السؤال دائما هس احنا خلصنا الظروف التابعة الى زمن المضارع التامي البسيط يعني اذا شفنا ذن الظروف نقول هذا الظمن نستخدمنا ذن التراكيب التلاثة بالإثبات بالنفي بالسؤال اكو الظروف ثانية تشترك و هي المضارع التامي البسيط و هي هنه Sense و For و Sofar ظنى اذا شفتهم ايضا الزمن ما عدتك مضارع تام بسيط ناخد صيغة الاسئلة اللي هي مشكلة الطالب المصبخ والصبوخ هو الحجرة اليابسة الصبوخ هو الصخرة الزغيرونة شنقول عليها حصواية اكثر اكبر من الحصواية وين رح تاني؟ يلا المهم الصيغة الاولى للاسئلة ينطيق فعل وفاعل وينطيق ظرف ويقل لك correct with the present perfect simple أو correct بس أو اي سؤال انت ما طول عندك yet هذا زمنك زمن مضارع تام بسيط والمضارع التام البسيط عندك سؤال اذا اليد جايت نوية السؤال عندك الفاعل يو اليو اش ياخذ اليو ياخذ هاف وعندك سؤال فاقول هاف يو تصريف ثالث اقول هاف يو تصريف ثالث ما البوك بوكت للي يسأل عن بوك هنا جاي مو كتاب جاي بمعنى يحجز هاي جملة وزارية ومتكررة هواي اكمل النهايتها على عمد سؤال هذا بالنسبة للنمط الاول النمط الثاني الوزاري يجيك على شكل اختيارات بين الابر وبين النبر دائما قلنا الابر يجي كوي السؤال او هذا الظرف يجي وي السؤال دائما هذا خلص ونبر يجي كوي نفي انتهى عندك الموضوع هاف يو ابر نبر كمت ان ذا ديزيرت عندك سؤال انا ذاتيا راح اختار لي ابر وشكرا جزيلا جدا حصلت الدرجتين الصيغة الثالثة شوية راح شوية ها بيها صعوبة شو نقول عليها نقول الصيغة عمل تكملة يعني راح ينطيك تكملة وراح ينطيك فعل انا شون اعرف الفاعل مالتي هنا شو يقل لك بصيغة السؤال يقل لك make a true sentence with never يعني لازم تدخل never بالجملة about عن you عنك yourself ايضا عنك فاني ذني you والyourself لما احول الفاعل لازم احولهن الى i يعني الفاعل مالتي راح يصير i اما اذا انطاك about your sister your mother راح احوله الى هسا مثلا منطيك اياها على شكل you make a true sentence with never about you يعني اصنع او كون جملة جون جملة كون جملة مع never about you فراح حول ال you الى i اقول i never موقعها بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي اللي هو قبل التصريف الثالث i تاخذ have i have never والتصريف الثالث ما للفعل hold اللي يصير held i have never held حسب هاي الملاحظات حليت هاي الجملة واي جملة تجيك بتكمله وفعل احلها بهاي الطريقة i have never held ascorpion وكمل التكمله اللي منطيك اياها انتهت عندي الجملة الصيغة الاخيرة والاصعب اللي يطلب منك الفعل شي يقلك يقلك complete the response اكمل الرد using احد هذه الظروف اللي اخذناها and appropriate verb وفعل مناسب يقلك دخلي هذا الظرف ورح ينطيك الظرف يقلك دخلي اياه بالرد اكمل الرد باستخدام ظرف معين وجيب فعل من يمك يناسب المعنى ما للجملة هاي الجملة وزارية وعدكم بالتمارين ايضا يقلك would you like a cup of tea yeah no thanks i الاي اشتاخذ انا ذاتيا الاي عندي have وعندي just اذا هذا موضوع المضارع التام البسيط i have لازم اخلي لفعل يناسب المعنى مالته لان قلنا موقع just بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي اللي هو قبل التصريف الثالث i have just had one انا قد اخذت للتو واحدا يعني رديت عليه بهالشكل هذا هذا كل ما يخص موضوع المضارع التام البسيط اريد منك تحل الوزاريات مالته وتتعود عليه حتى